جريبك شوية على أشرف بن شري لعب عقده بيخلص مع الزمالك لعب الأقرب هو رحيله حسب المعلن يعني ورغم كده مستوى بيتحسن يعني مش مستوى بينزل وماشي لا ده مستوى بيتحسن مش عامل مشاكل مش عامل أزمة ما صممش مثلا إنه هو يمشي دلوقتي ويقولك مش هستنى لنهاية الموسم ما عملش مشكلة زي مثلا حتى في الجانب لما كان مشي التفاكل مشكلة كبيرة مش عامل أزمة ولسه بيساعد الفريق وزود لك حتة كمان النهاردة من شرقي في الشوت الأولاني مش أحسن حاجة صح بيحاول يصلح من شكل أداء وزعلان جدا إنه هو مش أحسن حاجة لحد ما ربنا قرم وجاب الجون الأولاني وبعد كده بدأ يفوق بشكل كويس جدا صحية فتخال العيب زي ده عقده منتهي شبه ماشي صح رسمي الأمور منتهية معي صح عقده خلصان أنا خلاص بقى ومنتهى الإخلاص منتهى الإخلاص منتهى الحب بيقدل أخي اللحظة صحية في ناس تاني غيره ما عملتش ده والمفروض خدت من النادي كتير قوي صحية وعند استعداد أقول بالاسم مش فرق بالنسبالي مين طارق حامد مثلا فين أم عبو جبل فين أم دوركو دلوقتي بطول الدوري الناس دي مش فهمها عن إيه بطول الدوري أم لو فهميني عن إيه بطول الدوري أنا هعد وهصبر لنهاية عقدي لحد أما شفت الأمور راحة فيه ده النادي اللي صنع مجدي وصنع تاريخي صحيح الناس دي لازم تفهم هي لابسة إيه ايتشرت ده لو هو فعلا عارف يعني ايتشرت الزمالك وعارف جمهاريت أنت مبارح مبارح جات لقطة حلوة جدا جدا على السوشيال ميديا شفتها وصول نادي الزمالك لكفر الشيخ عشان يبقى عسكره هناك تفرج الناس اللي كانت مستنية قدام الفندق ومدى الحب ومدى الناس دي مستنية من الساعة كان من بداية طبعا ومقعد ده مستنية لعيبة وبالأوتوبيس وبيشجعهم واحد واحد قيمة كبيرة جدا فأنت لازم تبقى عارف أن أنت عشان حتى لما تمشي سيب ذكرى كويسة تفرج ومقوله زمالك بتعامل إزاي مع أشرف بين شارك الوقت بتعامل إزاي لأ أنا النهاردة ضريب له تعظيم سلام مرة 2-3 وكل الزمالكوا بيعملوا كده لأنه بيخلص لآخر اللحظة بيطلب منه أنه قعد حتى لحد بعد ماتش الكاس ماشي طب بعد الكاس بشوية ماشي طب يعني عارف إيه لأ كل التحية لك أشرف قدام الناس كلها ومن برنامجك من واحد زمالكاوي واعتقد جل جمهور الزمالك بيعمل كده بالتأكيد